السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته بناتي العزيزات أنا سعيد جداً بهذه الزيارة وأن أجلس أمامكم وأتحدث معكم وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويبارك في جهدكم وينفع بكم لعل يتحدث حديثاً مختصراً معكم لأنني أعرف أنكم سترجعون إلى فصولكم وتتعلمون وقتكم ثميناً ولا أريد أن أضيع وقتاً طويلاً ليتحدث معكم فستنصرفون بعد هذا اللقاء إن شاء الله لما هو أهم في ميدان التعلم بنات الكريمات حينما ينعاش المسلمون صراعاً من أعدائهم فكر الأعداء كثيراً كيف ينتصروا على المسلمين في مثل هذه المعارك وبعدما درسوا الواقع علموا أن أفضل طريقة لانتصاره مع المسلمين والقضاء عليهم هي أن يغير فيهم من الداخل أن يفسد فيهم من الداخل فإذا كان خصمك قوياً يصعب أن تواجهه لكن إذا أضعفته من الداخل صار ضعيفاً وسهلاً الانتصار عليه وجربوا أدوات كثيرة جربوا المعارك كما تعلمون الحروب الصالبية ثم الاستعمار ثم ولم يصنع شيئاً كثيراً وحينئذ تساءل المفكرون وعلماء عندهم كيف يمكن أن ننتصر على المسلمين قالوا لا سبيل لنا إلا أن نفسد المسلمين من داخلهم ورأوا أن أفضل وسيلة لإحداث الخلل في مجتمعات المسلمين هو إفساد المرأة فعملوا على هذا وسائل الإعلام، السينما، المجلات، الصور أنتم تشاهدون اليوم يا بناتي في كثير من المكتبات أن نجد على غلاف كل مجلة صورة امرأة مثلاً السلع التي تباع عليها صورة امرأة الإعلانات التي تعلن عن المنتجات عليها صورة امرأة لماذا؟ لأن يعطوا صورة للناس والمجتمع أن دور المرأة هو في الإغراء والفساد فقط الصورة ار الصورة الصورة ثم قالوا أنه إذا فسدت المرأة قضينا على الأسرة فالمرأة هي التي تنشئ الأطفال فإذا فسد المرأة سيخرج أطفال غير صالحين سيخرج أطفال سيئين المرأة يمكن أن تكون أداة لإثارة المشاكل والشهوات في المجتمعات وبدلوا جهداً كبيراً في هذا المجال من خلال تأليف القصص، الروايات، المجلات، السينما إلى أن جاء اليوم الإعلام المعاصر وأنتم ترون اليوم ما يوجد مثل في شبكات الإنترنت وغيرها دائماً التركيز على قضية إفساد المرأة وإفساد المرأة أخذ طريقين، الطريق الأول الشهوات والطريق الثاني الشبهات من خلال بث أفكار حول المرأة ودورها اليوم يتحدثون عن حقوق المرأة، عن مساواة المرأة بالرجل أن المرأة والرجل يجب أن يكونوا على درجة واحدة سواء بطريقة واحدة ويروجون مثل هذه الأفكار إلى مجتمعات المسلمين اليوم ليفسدوها إنها مرأة معاني، التركيز على قصة القصص والطبيع، بتحقية المرأة آمفة في الدنيا المانسي باسي دان قبيب باسا دان دينينا سيجابا فاقاموا ساتوا من دراني سنة داني فاتي عقدة مؤتمرات عالمية كانت بدأت تقريبا من عام التسعين رعتها الأمم المتحدة حول المرة وكل خمس سنوات يتكرر هذا المؤتمر بكين واحد بكين اثنين بكين ثلاث عقدة مؤتمرات منها ما كان في الأمم المتحدة ومنها ما كان في البكين مؤتمرات عالمية دولية كلها حول قضية المرأة هي باسم رعاية حقوق المرأة لكنها وسيلة لترويج الفكر الغربي حول قضية المرأة لأنهم يرون أنهم إذا فعلوا ذلك أفسدوا مجتمعات المسلمين يا أه مدوما سعيدوا في المدينة في المدينة في المدينة سمينار إفرناشونال في المدينة في المدينة في المدينة لنا كافر وكان تقبلت وانتا رسلية سمينار إفرنين ومنجورك المرأة يعني أنا سافرت كثيرا وكثير من الغربيين أو من أمريكا اللاتينية أو غيرهم حينما يعلم أنني سعودي أو مسلم دائما يسألني عن قضية المرأة المرأة عندكم قلت لأحدهم كان بريطانيا نصرانيا قلت أنتم لا ترون الصورة الكاملة عن المرأة عندنا قلت له الأم عندنا هي أهم إنسان في الحياة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل منع حق الناس بحسن صحابتك قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك والأم هي امرأة فأغلى إنسان علينا أن نصاحبه هي هذه الأم قلت له الأم حينما تريد من أولادها شيئا لا تقول له بليز بل تقول افعل كذا ويطيع ويلتزم قلت له نحن نتسابق لزيارة أمي أنا وإخواني في بيوت مختلفة نتخاصم أحيانا لأن كل مننا يريد أن تكون أمه معه وبجواره نجتمع عندها أسعد يوم حينما نجتمع حول أمنا وجدتنا يسمع يوهم مشتوها أهذا الواقع قلت نعم قلت انظر اليوم يوم الأحد انظر إلى كبار السن عندكم يسير إلى الحافلة وحده لا أحد يرعاه هذا الأمر لا يمكن أن تراه في مجتمعاتنا إنه لدينا أهم program كان ي dóndeت نعم موسيقى ثم جاء الحديث عن موضوع الزوجة قلت له ألا تدري أن الرجل عندنا في الإسلام هو الذي يجب أن ينفق على زوجته كل ما تحتاجه الزوجة هو يجب على زوجه أن ينفقها بدءاً بالجواهر التي ترتديها الملابس السكن كل شيء تحتاجه الزوجة يجب على الزوج أن ينفق ويبذل إن كان عندها مال هي قد تشارك نعم لكن هذا المال شأنها هي استغرب كثيراً قلت نعم قلت ولهذا بالنسبة لنا المرأة ليست بالضرورة محتاجة للعمل دائماً لأنها ضمن لها الإسلام السكن والنفقه وكل هذه الأمور أنا عليه قلت له حتى لو كانت زوجتي أغنى مني وانا فقير فعليا أنا أن أنفق على زوجتي أخير مرحبها أتالي أن يجب ان أخلق بعمل أخير أن أخيرقت المسافي أخير وهي مروقت بعمل أخير ملاقباً توني والذي مهور على زوجة لما على زوجتي يت schwierig وعند المسافي واما ما على زوجة أي شخص میزة وأخيره وأن أخيرß أخيراً قد تلعي أخيرتك وقلت رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله يعني أفضل الناس هو من يحسن التعامل مع أهله وزوجته وأهل بيته هذه هي المرأة عندنا أنتم لا ترون المرأة إلا من خلال الميديا ووسائل الإعلام ترون فقط بعض الظواهب وأنت لا تستطيع أن تعرف تفاصيل هذه القضايا إلا حينما ترى الصورة كاملة يعني قلت له أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله نبي صلى الله عليه وسلم mengatakan ini penting sekali ya bagaimana sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya sehingga bagaimana seorang istri sama dimuliakan sama dihormati يا بناتي نحن اليوم في معركة وأعتقد أنكم من أهم الجنود في هذه المعركة نحن اليوم الأمة المسلمة مجتمعاتنا سواء مجتمعنا القريب الذي نعيشه أو أمتنا الإسلامية في معركة كبيرة مع الإعداء معركة في مجال الشهوات ومجال الشبهات ومجتمعاتنا في مجال ومجتمعاتنا في مجال سواء مجال من الأمور أولا الإيمان والتدين الصادق والعبادة الحق مع الله عز وجل إجعلوا الأمر الثاني أن نتعلم العلم الشرعي الصحيح فنفهم الدين كما جاء من عند الله عز وجل لأنه اليوم المسلمون مع طول الوقت اختلط بالدين خرافات وأخطاء وإلى آخره وجهل نحن نحتاج يا بناتي أن نتعلم الدين الحق كما جاء من عند الله وأنتم اليوم يا بناتي في مرحلة التكوين والتأسيس سيتقدم بكم العمر فيما بعد وتصبحون أمهات وتعيشون في المجتمع اليوم الناس الناجحين هذا النجاح جاء نتيجة جهد طويل بدلوه في مراحل الشباب والوصبة حتى تأهلوا لهذا الدور إذن قلنا تحقق عندنا الإيمان والدين ثم العلم الشرعي ثم نحتاج ثالثا المهارات والقدرات والخبرات التي تجعلنا أكثر وأثرا على سبيل المثال حينما تكونين قادرة على الحديث بشكل جيد سيكون عندك قدرة على إقناع الناس حينما تكونين قادرة على الحوار بشكل جيد ستكونين قادرة على حمل الحق وفي المقابل الذي لا يجيد الحديث والحوار ربما يشوه فكرته يعني ربما يتكلم بحق لكن بطريقة غير مقنعة وفي المقابلات صناعة المجتمع كلكم بإذن الله سوف تصبحون أمهات وأن تصنعوا من خلال أبنائكم وبناتكم الجيل الجيد فكما يقال وراء كل رجل عظيم امرأة يعني المرأة هي التي تصنع الإنسان هي التي يعني تؤيد هذا الطفل وتبنيه فعلا ليؤدي هذا الدور ويمكن من خلال النساء يا بناتي أن نغير في المجتمع تغييرا كبيرا لأنهن المدرسة الأولى الطفل أول ما ينشأ ينشأ مع أمه ثم بإذن الله تنطلقون وأنا يعني أتوقع لو أتيت إلى هنا إن شاء الله بعد عشر سنوات أو عشرين سنة سأجد منكم مديرة مدرسة سأجد منكم معلمة سأجد منكم كاتبة سأجد منكم معلفة ويقول لكم دور نحن يا بناتي في معركة كبيرة وأنتم جنود هذه المعركة ويجب أن تعدوا أنفسكم لتؤدوا هذا الدور الصالح وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويعينكم وأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد فيها سيها أرى 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 موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قد اشتركوا في القناة يا . اقل ملو عربيا ها اشتركوا في القناة 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 لكن هذا سأنفع الناس وسأدي دورا لكن هذا يترتب عليها أني سأكون من شغلة أو أن أكون مثلا أما أو ربما مثلا أعلم القرآن أو غيره يعني يا بناتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز من عمل بها رجاء ما عند الله دخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم عن أصحابه أرحم أمتي بأمة أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأقضاهم علي بمعنى أن الناس يتفاوتون والناس يختلفون في قدرتهم في ظروفهم في طبيعتهم وكل هذه الأدوار نحتاجها نحتاج منكم من تعلم القرآن نحتاج منكم من تدرس البنات في معاهد نحتاج منكم من تكون طبيبة نحتاج منكم من تكون كاتبة نحتاج منكم من تكون إعلامية كل هذه الأدوار نحتاجها ويحكم ذلك مدى قدرتي أنا يعني ربما أحيانا مثلا قد يكون مجال الطب صعبا علي دراسيا فلا أكلف نفسي ما لا أطيق لكن إذا كنت قادرة فنحتاجكم أنا أتذكر حين كنت شابا أصغر منكم قليلا كنت عند الطبيب فسألته ما الفتامي الذي ينقصني فضحك وقال ينقصك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر لي بعض فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا له أثر كبير لازلت أتذكر ما كان يقوله أقول يا بناتي كل هذه الأدوار نحتاجها وكل إنسان ميسر لما خلق له أنا ربما أفضل في هذا الموقع أختي أفضل في الموقع الثاني الثالث لكن أهم شيء يكون عند النية صادقة نجتهد أن ننفع الأمة من خلال هذه الأدوار وحذي مع الكثير من التعرف ما كان يشاهدون ومن خلال أخرى من أشهر ومن خلال أي شكرا ومن خلال أن أصب مجرد أن يكون قد حاليا ومن خلال الأمر أن أعلم ثم ذلك إسلام تتكلم أنك لا يشاهدون اللهم الأمبي اللهم أشعر وصفة مزجيجة اللهم أجهد وكذلك كل مقام Buchanan المهم أشعر العفوالي وصفة الأسهم ان يتعامل على مساري ولكن آهنا أشعر لأن مجادر مع إعالى حسنا لتعامل إن اخضر ما اسمك يا بنتي نعم ما شاء الله نفسه اسم جيد إن شاء الله جاء الله نفسه طيب آخر سؤال آخر سؤال يبحثون عن واحدة قادرة على الحديث بالعربية يبدوا ينظرون إليها أين؟ قدل ألفته؟ خلاص ممسوعات؟ ألا ألا في واحدة يبدو توجد نفيسة أخرى طيب على كل حال هم يعني يستحون والحياة خير إن شاء الله أنا فقط أختم لكم بموقف له علاقة بتعلم اللغة العربية يعني هنا من أهم الوسائل يا بناتي اللي تساعدنا على تعلم اللغة أن نحاول أن نسمع نسمع ونقرأ قدر الإمكان سنجد أننا لا نفهم كل شيء لكن سنتعلم اليوم وأنا أتيت من هذا الصباح لكم من جوكجا إلى هنا معي سائق وأتحدث أنا وياه بالإنجليزية لأنها هي اللغة الوحيدة المشتركة بيننا وجدته يتحدث بطلاقة وهو يستخدم مفردات كثيرة لا أفهمها فسألته أين درست الإنجليزية؟ قال لم أدرس إنما أنا أحصني أشاهد مقاطع في اليوتيوب وأسمع وتعلمت كثيرا من هذا أنا أقول أيضا فرصة يا بناتي تتحاولون تسمعون النصوص العربية وتقرؤون لو لم تفهم إلا جزء يسير معمر الوقت سوف تشعرين أنك أفضل متشجعي إذا وجدت من يعرف العربية أن تتحدث معه بالعربية بل أنتم مع بعض يعني حاولوا أنكم تتحدثون العربية مع بعض فهذا ينمي هذه اللغة عندكم دقية لديهم حالي رغوية ورقية سوف تساولوا أنكم تتحدثون الكثيرين ليوموا بسعرون الكثيرين لا ي Houston بكثيرًا بسعرون الكثيرين ليوم أمخذ سوف تغتعبون كثيرًا ثم هناك كثيرًاوا بسعرون الكثيرين في لتطعون عزيز أدروا بسعرون الكثيرين منذ أكبر أنكم أمخذون في اليوتيوب فإنما أننا جميعا مختلف قم نصير تصبح احداًا في ذلك في حالة أصب بعد 10 أو 15 سنة حينما أتي إلى هذه المدينة سوف أجد منكم بإذن الله من هي كاتبة هو طبيبة هو معلمة وتكونون قد صنعتم أجيالا بإذن الله سأل الله عزقل يوفقكم ويبارك فيكم ويسددكم والسلام علينا محمد نهاية الدرس 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 شكراً لك شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم على الرسالة من قراني سؤال لكم راتب ويوفير شكراً لكم بشكراً لكم ISSELLAMU'ALAWAYS اللهم وبركاته